خليح احكلكو على حاجة حصلت في في مصر اه في كوريا هي منبعها الكلام اللي حصلت في امريكا ترامب بقال احنا احنا احسن من كوريا الجنوبية احنا كشفنا على ربعمائة الف واحد في تغريدة وكوريا يعني في الشهور بتاقتها كشفت على اه يعني نفس العدد في فترة فالناس مسكولوا التجربة الكورية الجنوبية لانه ترامب لما عملت تغريدة فاكل نفس ان هو فتك وليحنا كشفنا على ربعمائة الف في اه تقرير نشر جزء من حتى هذا اهو انا اه بقول ان احنا اللي عملناها احسن من اه اي بلد اه او اللي امه بمسافة كبيرة اه في ايام في فترة ايام تمنت ايام احنا عملنا اختبارات اكتر من اللي عملتها كوريا الجنوبية في تامن اسابيع طبعا الراجل ده انا اصاب حلاج يعني هو عن نفسه كل انا اكبر حاجة احنا عظم حاجة فهو ابيج لاير يعني هو يسموه باد لاير يعني كذاب سيء يعني مش كذاب يحسن الكذاب خلى هذا الكلام العالم يروح يشوف التجربة الكورية الجنوبية خلي ما لك همقول لك كان ده ايه لانه مش بالفكاكة بين الدول ولا بساعة الليوة وساعة على عيني والرأس والله يلوة وعلى دول ناصر كلكم انت كلكم احسن ناس في العالم بس مش بالفكاكة في فكاكة وفيه علم وفيه معرفة وفيه ادارة فيه ادارة وانا ببالي احكلمتك على الوزراء اللي هم وزراء تقال اما يكون سياسي او تكنوكرات تقيل يعني عنده خبرة ادارية في الادارة كبيرة تؤهلوا ان يمسك منصب طبعا في المناصب اللي فيها المهنية زي الصحة والعسكرية والعاجات دي ممكن يبقى الوزير يكون ابن المهنة افضل لكن لو هي حكومة سياسية والله حط ان انت عاو سيحطه بما فيها امرأة كانت وزيرة للدفاع في فرنسا وفي ازباني معادي يعني مش هتعرف الماتسة ده بيدرب ايه في كام مش ديه قضيتها ايه قضيتها تدير سياسات الدفاع البوليتيكس او البوليسيز اسف بتاعت الدفنس بوليسيز سياسات الدفاع مش ان انت جاي تقولي والاكونوميز بتاعت الاقتصاديات الدفاع انما هي ما بتكلمش في التكنيكاليتز بتاعت الدفاع المسورة دي والمدفع ده دي بفيها الخبر ومالا الجنرات عمانهم ليه عشان نصنعهم القانونة مثلا مش عيب اللي حصل في كوريا انه في صحيفتين كبار جدا منهم الاول الرد على مين الرد على ترامب رد عليه اه او ردت عليه امي السيسكند قالت دي كتبة صرخ الوقت بتاعت اجرت ما مجموعه ربعمائة الف اختبار تتمتع كوريا الجنوبية بقدرة تبلغ مائة الف في اليوم بتنتج مئة الف مئة الف اختبار اللي حمش لقينهم ده وحيث انها اختبرت وحجزت في وقت مبكر وانحسر منحناها المنحنة بتاع الكيرف يعني فانها تدرس الان تصدير الكواشف للعالم يعني هي خلصت عندها وخليها اقول لك التجربة الكوريا واي حد يخش عن نورك تايمز اظن بنشر مقال او اه المجلة التانية اللي احنا اخدنا منها النهاردة ايه او الجريدة اظن سي ان بي سي نيوز مش كده ولا سي بي سي نيوز سي ان بي سي طيب بيقول لك how is او this how south korea flattened its كورونا فيروس كيرف ازاي هما خلوا الكيرف بدلا يبقى علي كده خلوه يبقى اه منحسر يعني يبقى كده طبعا كل الدول رايحة كده حتى امريكا فبيقول انه او هي حطت حداشر بنت واحد بمجرد الاعلان عن اول حالة تأهب القادة الكوريون للاسوأ يعني قالوا ايه قالوا ايه انا هنسود ده الصين ضرب فيها يبقى هيجنة مش الصين ضرب فيها انا بعت لها كممات يا جماعة لانا الصين ضرب فيها يبقى هيجنة لان في علاقات واو احنا عارفين ان في علاقات عسكرية بين الصين ومصر يعني انا خلاص بقى لو مش عسكرية اقتصادية حتى فين ما بين عسكر مصر واقتصادين الصين في العاصمة الادارية الجديدة صح ولا انهم خلاص كان المفروض يتأهب لو اتكلمش عن امريكا اتنين حطوا قعدة اسمها التحرك او التدخل السريع يعني بسرعة ده لازم يكون موجود مش اتسنى والشعب واخدر في الشهر تلاتة مع بداية فبراير بداية شهر فبراير تم اعتماد اول اختبار يعني عمله الاختبار ده اللي هو التست بتاع المرض تم اعتماده وبمعدل ميتين الف شخص يوميا معدل ميتين الف بلديه قال ايه 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 اي هزا المعدل. تلاتة او اربعة اه. ده عملوا بقى الاختبار ده بمعدل عشرين الف شخص يوميا في ستتمية تلاتة وتلاتين مكان. اختاروا مواقع في المحافظات. الفحص منها الفحص على السريقة اللي هو اللي هو ايه? تقب بالعربية يفحصك. وحتى كبين الهاتف الناس وقف عند كبين الهاتف يفحصك. في احلام كده? ليه? هو بيعمل كده ليه? لانه عاوز يعزل المرضى في بداية المرض. وده اللي حصل الفحص المبكر يعني اكتشاف مبكر للمرض حيث ان الغالبية تبين انها غير مصابة او في بداية المرض. فيبقى انا كده ايه? اللي معندوش المرض بعدته. خلاص? عادي عادي. طب اللي عنده مرض ده فينين? في البداية لانه في براير. فناخد دول ونعالجه. كان الفحص عندهم الفحص اصلا عندك تأمين صحي بتكشو بتدفع بالتأمين ما قمته مية ارمعة وتراتين دولار. وبعدين قال لك لا. اللي هيتحول من عند دكتور او مستشفى بانو شاكك فيه ومريض هيتفحص ايه? مجانة. فشجع الناس اللي عندها شك في المرض انها تروح ايه? بدري. فلما تكشف بدري نقدر نتعامل معاك عزل ايه? طبي بدري. وبعدين اه اللي بعد كده. اه نمرة ستة عملوا نظام رقمي للشرائح الاكسر ارده تحت الحجر الصحي يعني ايه? كل اللي دخل في الحجر الصحي بقى عنده في نظام ديجيتال. يبقى انت عارف مين? وفين? وحافظة ايه? وسن وكام وكام ده كله. وبعدين عملوا اه مواقع زي حاجة اسمها كورونا ماب. موقع اسمه خريطة الكورونا. خريطة الكورونا دي بتنشر لك الاركام وبتحدس الايه? المعلومات. هما فين? ها? وده يحمي الناس. فانت ما تعرف ان الدهلية فيها كتير? يبقى نرفع الوعي فين? في الدهلية. نمشي حملات في الدهلية. تمانية. في دراسة عملتها اه 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 الكلية الصحة العامة في جامعة الجامعة الوطنية في سيول. وبتقول هذه الدراسة انه سبعة وتمانين في المية من الناس اللي سألوهم وفقوا على انهم مستعدين للطلحية بحقوم الشخصية. حتى يسارعوا في منقى انتشار الفيروس. يعني قالوا لهم ايه? تقبالوا يا ناس يا كوريين انه يتقال ان انت مريض. وانه يتقال انت في الحجل سيحقل له ايوه. انا ما عندناش مشكلة. لانه وساعتها مش محتاجة امن بقى. مش محتاجة اديك اجيب لك الزابط هو محتاج ان المواطن نفسه ياخد القرار بمسئولية. ايوة انا بريسك بخاطر بحياة الشخصية عشان بغيري يعيش. وبعدين فيه بيقول لكن ما تسعى ما استخدموش الحظر او الاغلاب. لا زي امريكا ولا زي بريتوبيس. معلوش حاجة خلاص. ما قفلوش البلد. انما عملوا ايه? اشتغلوا على التوعية. التوعية دي حضرتك. انت رايح تركب المترو. بتلاقي عند المترو. رايح تركب الوتوبيس. بتلاقي عند الوتوبيس. سليم كده? الكلام كله على المسافات الاجتماعية اللي بقلنا عليه. ابعوضوا عن بعضكم. فالناس توقف ايه? فطوار بيقع. بس هو بيققى مجرد ما نشوف اللوحة. مش هيقوموا ندفع على الاخر. مش تقول لي ان امها ما عنده قومش اه يعني مترو انت اسمكية كامل انت. انه الناس كويسة وزي الفل. المرض بيجي للناس ربنا يعفو عنا وعنكم جميعا. لا نتمنى المرض لاحد والله. يعني لازم تكون قاعدة ويقينة عندك. بعد كده عملوا ايه? نشر المعاقمات في كل مكان. كل مكان تمشي فيه هتلاقي الايه? المعاقمات. حتى كباين التليفون. حتى على الارصفة. كل ما موجود هنا في تركيا. خلاص يعني وموجود في رواندا. عادي. انشو. طبعا انت هيقول لك في المعاقم لو حطنا المعاقم الناس هتاخدوا وتجري. اه واحدة هياخدوا الناس هتجتموا. وتهزقوا. علم الناس. اترك للناس الحرية. بعد كده قال لك مش بس الحكاية انه اه انه 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 الكمامات ولا الكلام ده كله الناس نفسها بدأت تبقى مهتمة بالمشاركة في ناشى هزيز الثقافة. يعني ايه? يعني الشعب هو اللي يقوم بالمهمة. دي التجربة خلاصتها ان الشعب مش الحاكم. مش هفرض عليك نموذج انا. ولا هقلل من المسألة دي. الدولة بتعمل ايه? توعي. تساعد الناس على النظافة. تنتج كواشف المرض. مش تقول انت هرتل وانت يا بصريين وانتو اللي عجبونا المرض. كلام الفارغ قلة الادب دي. ملهاش اي لازمة. انت علم الشعب واحدة واحدة. وعلى فكرة شعبانة جميل ويقدر. ما انت لما بتحط نظام بيمشي على النظام. قال لا. ده احنا بيجي على رمضان ما بنفترش للمغرض. صح يا استاذ ولا? معناها ايه? معناها ان احنا الناس ملتزمة. بيجي فينا المسيحيين. انا يعني قلت هذا الكلام عشرات المرات. حتى اخواتنا المسيحيين في رمضان بلحس ان الدنيا يعني ايه? روحانيات. انا شفت انبارع فيديو لواحد اسرائيلي اه اه حد بقى طول. واحد اسرائيلي بيفتح المحل بتاعه بتاع الاكل بخرآن كريم. اه والله. حاجة يعني يعني فيه ثقافة اسلامية موجودة في المنطقة مش حاجة يعني ايه غريب. كل ده ما فيهوش لا كلمة حصر ولا حجر ولا حصر تجوال ولا كامل الوزير تلعى عن ضهم ولا تكامل. كله عبارة عن ايه? سقافة مشاركة. الحكومة تعمل ايه? تنتي الكواشف في المرات. وتعمل ايه? وتكشف عن الناس. صح يا استاذ? وتعزل الناس. بدري بدري. انه عرض احنا لسه بنتكلم انه نعمل مناطق عاجزية. مبحة صوتونا هنا. صح? ليه? انهم متأخرين. وما عندنا عدنا فلوس والله. ونقدر نعمل حاجات كتير جدا. بس الجماعة يعني زي ما تقول ايه? بعفيتين شوية. دي التجربة الكورية اللي ماقدرش يجادر فيها حد. اعمل دورك. طلع اشغل المصانع. طلعها الكواشف. ساعة شعبك اللي ماقدرش الفقير اللي متحول يكشف ببلاش. سليم? ده هيساعدك في ايه? كلفة الفحص المبكر. اقل ملايين المرات من كلفة انك تسيب الناس لما تموت. لانه لو زاد العدد حتى المستشفى هاتف منتصدق ايه? تعمل ايه? انا من هنا قلت اعملوا مناطق عازلة في مناطق كتير جدا. كل حزام اه ما بين منطقة محافظات. الشرقية والجانب الشرقي والاسماعيلية اعملوا في منطقت عازل. وسط الدلت اعملوا فيها عازل. البحيرة ومش عارفوا شمال غرب اعملوا فيها عازل. الجنوب اعملوا منطقتين عازل. كده خلاص يا دي يعني والناس الناس هتحتنم هزا وتحتنم فيك وانكم تحبوه. الحاجة التانية نجيبوش الكواشف المرض ولا الالاج للجنارات بس. يعني طبعا منتفق معاك انك تعالج الجنارات. الجنارات اه يعني نص الأمة ما شاء الله يعني. الشعب لوحدهم. لكن احنا بنتو الشعب القلبان ده. محتاجت ايه? تخلي بالكم انا.